لكن في الآخر وصلنا لأيه إيه انت برح اتفرجت على الماتش إيه انطباعك إيه في الشوت التاني عدد الفرص اللي اللي ضاعت من الآل في الشوت التاني أكتر بكتير من النواية يتقال إنه زمالك سيطر على الشوت التاني والآل اكتفى بالشوت الأول كل ما تشطنا كده حتى خمسة ثلاثة هتقال كده إحنا من كتر ما إحنا حرصين على الفوز والفوز المريح وكل تكسب أربع يقولك ما كسبتش سبع أليل مش عارفين نفرح فكرة إنه انت عليت سقف الجمهور بقى مش عايز إلا ستات وخمسات واربعات ده مش الجمهور والمحللين بيحللوك من منظور على الفرص الضائعة مش النتائج معين غيرنا بيتحلل على قدرته على الصمود على العرضة على الصمود جات له كم كرة في العرضة طبعا أنت بيجي لك كل ما قادش كرتين وثلاثة في العرضة لكن الفكرة يعني بس ما نيجي عشان ما نحرقش الفقرة لأنك أنت عمل فيها شغل مش بطال يعني كويس إحصائيات كويسة جداً حتخلي الناس تفكر معنا بطريقة مختلفة طيب هذه الحلقة مهمة زي ما قلتلكوا وفيها من العنوين مقالي ومقاله الكاف تعلم الدرس ومقاله والغربال وآخرة لعب العيال ومقاله ومقاله مباراة ثلاث دقائق والشموع الحمراء دولة حسين رجدي باشا وفي أسرار الملك سنوات الوفاء والعطاء وأخيرا مجلتنا من أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة